أنا أنا كلها كم يوم وهجيب صديقي العزيز وزميل أخواتك كبير حزم الحديدي الكاتب والسيناريست الرائع طبعا والصحفي المهول لأن أنا عارف أنه هيحب الأعداء هنا فيبقى دي عودة جديدة لأنه حزم بقى يطلع لنا مسلسل جديد من مسلسلاته وهو يعني اللي حيشتري مبيليا الوقتي من ضمياط حيدخل السحب وفعلا إحنا الجاهزة الأولى عربية وحنعمل مهرجان كبير في يوم اليوم إن شاء الله تسليم الجواز دقيقة وياريت حرباك برضو بعزم حرباك لو تبقى حضر معنا في لا ما أنا هاجي وهكسب أنا العربية الوحيدة لكن الدور اللي بتقوم بالغرفة ده دور رائع جدا في مسألة التسويق للصناعات وأنواع التجارة الضمياطية بس طيب هنفترض أنه أو مش هنفترض هو ده الواقع يوم 15 مارس خلاص كده يخلص مهرجان الجمعة البيضة لكن لو أنا عاوز وأنا مثلا راجل من القاهرة فأنا عايز برضو إيه أستمتع بمنتجات ضمياطية هل الغرفة ليها رافد ما ليها فرع ما تسويقي موجود في القاهرة إحنا غرفة تجارية عاملين مشروع كبير جدا جدا في القاهرة الجديدة في جنوب حي الأورنفل مول ضمياط للأساس المول ده على مساحة 15 ألف متر مساحة البونة فيه 6 ألف متر 3 دوار يعني بتتكلم في 18 ألف متر معروضات موبيلية ده عبارة عن 126 ده قدامنا على الهوى بالمناسبة الناس قادة بتتفرج دلوقتي تشوف الكلام ده ما أنا حاول لها داك ما هو المول تحت الإنشاء بسهولة إحنا إن شاء الله المول تحت بتاعه حيكون في الصف الجاية جاية إن شاء الله الصف الجاية هيبقى المول شغال بإذن الله 126 معرض يعني المول ده 126 معرض ده حيبقى سفير ضمياط في القاهرة يعني المول ده إن شاء الله حيكون يعني علامة لضمياط في القاهرة واللي حييجي من الدول الخليجية من دول العربية حيبقى يعني الأساس الضمياطي حيكون متمثل في هذا المكان إن شاء الله محمد بيقى قاهرة مدينة الـ 22 مليون مواطن دول لوحدهم دولة طب بس اللي أنا فاهمه كده أن إحنا بنعمل عملية ترويج وتسويق لصناعة وتجارة دومياطية أصيل يعني دي من أشهر الحاجات اللي موجودة عندنا في دومياط صناعة الأساس الموبيلي